السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنشطة الجهاز العصبي النشاط الأول الذي تطرقنا إليه خلال في الفيديو السابق نعنكسة شوكية اليوم إن شاء الله سنتطرق إلى النشاط العصبي الثاني وهو التحركية الإرادية وبطبيعة الحال مستقبلا إن شاء الله سنتطرق إلى الحساسية الشعورية وبطبيعة حاسة اللمس بالنسبة للتحركية الإرادية نتعرف على العناصر المشكلة لهذه الوثيقة إذن نعلم أن المخ يتشكل من مادة خارجية والمادة الرمادية التي تشكل لنا القشرة المخية ومادة داخلية بطبيعة الحال وهي المادة البيضاء القطع المنجز في هذه الحالة على مستوى المخ هو بالتبط كان على مستوى الباحة الحركية إذن فعلا لدينا هنا الباحة الحركية لنصف الكرة المخية الأيمن ثم الجهة الأخرى لدينا الباحة الحركية لنصف الكرة المخية الأيسر نتعرف على باقي العناصر إذن لدينا النخاع الشوكي ثم الجدر الخلفي للعصاب السيسائي ثم الجدر الأمامي للنخاع الشوكي دائما بطبيعة حال لدينا نصف الجسم الأيمان نصف الجسم الأيسر وأخيرا العصاب السيسائي بالإضافة إلى العضلة المستجيب الحركي إذن بعدما تعرفنا على العناصر المشكلة للوثيقة سنحاول أن نبين الآن مسار السيالة العصبية خلال حركة إرادية إذن في هذه الحالة هذا الشخص يريد أن يقوم بحركة بتحريك هذه العضلة إذن بما أن هذه العضلة متواجدة بنصف الجسم الأيسر إذن نشأة السيالة العصبية أو انطلاق السيالة العصبية الحركية سيكون من الباحة الحركية المتواجدة بنصف الكرة المخية الأيمان فعلا كما سنلاحظ إذن تنشأ السيالة عصبية على مستوى كما نلاحظ بطبط حال الباحة الحركية لنصف الكرة المخية الأيمان تمر عبر ألياف عصبية حركية عبر النخاع الشوكي الذي يعتبر في هذه الحالة موصل حركي لأنه يجتمل على ألياف عصبية حركية نعم ثم تصل إلى مستوى تواجد العصب السيسائي الذي يعصب هذه العضلة إذن في هذه الحالة بعد مرورها بطبط حال عبر الجدر الأمامي ستمر عبر العصب السيسائي يذكر هنا أن الجدر الأمامي يلعب دور موصل حركي لأنه يجتمل فقط على ألياف عصبية حركية بينما العصب السيسائي ربما تذكرون ذلك ذلك يعتبر عصب مختلط لأنه يتوفر أو يجتمل على ألياف عصبية حسية ولياف عصبية حركية إذن تتجه السيالة العصبية نحو العضلة تتوصل العضلة بالسيالة العصبية الحركية تتقلص فتحدث الحركة إذن نلخص العناصر المتدخلة خلال حركة إرادية الباحة الحركية التي تلعب دور المركز العصبي حيث تنشأ السيالة العصبية الحركية تمر عبر ألياف عصبية حركية متواجدة بالنخاع الشوكي الذي يلعب في هذه الحالة موصل حركي ثم عبر الجدر الأمامي ثم عبر العصب السيسائي في اتجاه العضلة التي تلعب بطبيعة الحالة ربما أشرت إلى ذلك قبل لحظات دور المستجيب الحركي سنحاول الآن أن نتطرق لبعض الحالات سنأخذك حالة أولى حدود قطع لمستوى النخاع الشوكي إذن في هذه الحالة ربما تبين لكم ذلك دائما نشأة سيال عصبي على مستوى الباحة الحركية دائما لنصف الكرة المخية الأيمن إذن تمر السيالة العصبية عبرها ألياف عصبية حركية ثم عندما تصل إلى مستوى القطع تتوقف بعبارة أخرى هذه العضلة لن تتوصل أبدا بالسيالة العصبية الحركية إذن ستصاب بشلل إذن جميع العضلات المتواجدة تحت مستوى القطع ستصاب بشلل لأن السيالات العصبية الحركية منطلقة من الباحة الحركية سواء لنصف الكرة المخية الأيمن أو لنصف الكرة المخية الأيصاب كلها أو جميعها تتوقف على مستوى القطع وبالتالي جميع العضلات المتواجدة تحت مستوى القطع ستصاب بشلل سنأخذ مثال آخر أو حالة أخرى إذن في هذه الحالة سنأخذ حالة حدود قطع على مستوى الجدر الأمامي نعم إذن السيالة العصبية في هذه الحالة دائما ستنشأ على مستوى الباحة الحركية المتواجدة بنصف الكرة المخية الأيمن إذن ستمر كما تلاحظون معي مع نفس المسلك الذي أشرت له قبل اللحظات نخاع الشوكيتم والجدر الأمامي لكن مباشرة عند وصولها إلى مستوى القطع بضبط حال متواجد بالجدر الأمامي تتوقف هذه السيالة العصبية إذن هذه العضلة سوف تصاب بشلل لعدم توصلها بالسيالة العصبية الحركية بينما العضلة المتواجدة بنصف الجسم الأيمان في هذه الحالة لن تصاب بشلل لماذا؟ لأن المسالك التي تمر عبرها السيالة العصبية الحركية لكي تصل إلى هذه العضلة سليمة لم تعرف أي قطع نبين ذلك إذن في هذه الحالة نشأة السيالة العصبية ستكون من الباحة الحركية المتواجدة بنصف الكرة المخية الأيسر إذن فعلا تمر هذه السيالة العصبية عبر ألياف عصبية حركية لكنها ستتجه كما تلاحظون معي لن تمر عبر النخاع الشوكي ثم عبر الجدر الأمامي نعم ثم عبر العصب السيسي في اتجاه العضلة إذن هذه العضلة تتقلص لم تصب بشلل بينما العضلة قبل لحظات بطبع حال حيث حدثة أو قطع لمستواجد الأمامي فهذه العضلة ستكون مصابة بشلل شكرا على انتباهكم وإلى درس قادم إن شاء الله